كتاب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الجديد أو بشكل أدق الجزء الأول من مذكراته والتي حملت عنوان أرض موعودة كتاب يستحق القراءة هذا كتاب ليس فيه لا أسرار ولا كواليز جديدة يمكن أن يتوقع قارئ من مذكرات لرئيس الولايات المتحدة أفضل ما في هذا الكتاب ليس لا الأسرار ولا الكواليز الجديدة والكتاب مفهوش على كل حال أفضل ما في هذا الكتاب هو الطريقة الجيدة التي كتب بها وكأن أوباما كان كاتبا محترفا أفضل ما في هذا الكتاب هو العرض التاريخي المبسط وغير المخل لكثير من الملفات التاريخية والسياسية المعقدة أفضل ما في هذا الكتاب أن تتعرف على رأي أوباما في كثير من الشخصيات السياسية النافذة سواء كانوا سياسيين أو رؤساء الدول والكتاب حافل بهذه التحليلات في شخصيات كانت وما زالت تؤثر على الساحة الدولية زي الرئيس الروسي زي ولي العهد الإماراتي زي الرئيس التركي زي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو زي الرئيس الفلسطيني تعالوا في هذه الحلقة نتعرف على ما قاله أوباما في هذه الشخصيات وفي الدول التي يديرونها ممكن نبدأ بالرئيس الروسي بوتين اللي كتب عنه أوباما كلاما كثيرا قاسيا جدا خلاصة ما كتبه أوباما بعد أن التقه لأول مرة بعد أن تولى الرئاسة في يناير 2009 أنه الرئيس بوتين نجح في أن يجعل من روسيا ديكتاتورية ناعمة وما هي الدكتاتورية ناعمة من وجهة نظر أوباما يعني أنه الرئيس الروسي بيلتزم بقواعد اللعبة يلتزم بالدستور يلتزم بالانتخابات يلتزم باقتصاد السوء يسمح بوجود قدر من المعارضة أي أنه يمكن للبعض أنه ينتقد الحكومة أو ينتقده ولا يذهب بالضرورة إلى السجن لكن في النهاية هو نجح في أن يكرس كل السلطات في يديه وأن يمكن محاسيبه من السيطرة على مفاصل الدولة الروسية وأنه يحولها إلى نوع أنعم قليلا من الاتحاد السوفيتي السابق وبيقول أنه شعبية الرجل مرتفعة جدا في بلده لم تقل أبدا عن 60% ولكن هو بيعتقد أن هذه الشعبية سببها نجاح بوتين في أمرين الأمر الأول أنه قدر يعيد الأمن والاستقرار لبلد عصفت به الأحداث والفوضى لسنوات طويلة قبل أن يتولى بوتين المسئولية الأمر الثاني لعبوا على المشاعر القومية الروسية ووعدوا للروس بأنه سوف يعيد روسيا بلدا عظيما كما كانت مرة أخرى لكن في تقدير أوباما أنه هذا الطموح سوف يصطدم بواقع مؤلم لروسيا الحالية روسيا لا تستطيع أن تكون دولة عظمى مثل الولايات المتحدة في وجهة نظر أوباما لعدة أسباب منه أنه والسبب الأهم أنه الاقتصاد الروسي اقتصاد صغير وأنه صحيح أنه عنده أسلحة نووية وأنه عنده حق التصويت حق الفيتو في مجلس الأمن لكن اقتصاد روسيا أقل من الاقتصاد الإيطالي يعني الناتج المحل الإجمالي لروسيا أقل من ناتج المحل الإجمالي لإيطاليا ولا البرازيل وكندا وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بمهام الدولة العظمى أضف بقى أنه ما عندهوش عدد الحلفاء ولا نفس القواعد العسكرية الأمريكية التي تمكنها من ممارسة نفوذها في كل مكان في العالم وقال أنه سياسة بوتين يمكن أن تؤدي إلى خلق الخوف في بعض الدول اللي هو يعني بيعاديها لكنه لا يخلق قبدا الإعجاب ما فيش حد عاوز يقلت النموذك الروسي ما فيش حد عاوز بيحلم بالهجرة إلى هناك ولا التعلم هناك إلى آخره هل الكلام ده صحيح؟ هذا كلام فيه نظر بس أنا هنا مش بقول كلام الرجل صحيح ولا خطأ أنا أعرض إليكم بأكبر قدر ممكن من الموضعية ما كتبه الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما كل اللي أنا قلته ده مش مفاجئ الرئيس أوباما عبر عنه بشكل أو بآخر خلال السنوات التي قضاها فيه السلطة وخارج السلطة لكن الجديد الطريقة القسية جدا اللي تعرض فيها إلى شخصية بوتين نفسه يعني في أول ما التقى هناك في منزل خاص به خارج موسكو وصفه بأنه لما التقى لأول مرة بيقول كان شكلا ليس ملفتا هو شخص قصير وقوي هو الكمباكت يعني شورتا كومباكت وعنده تكوين جسدي لمصارع وبيقول أنه الطريقة مرن صوته على أن يبدو غير مهتم بمن يتحدث إليه يعني ليعطيك الانطباع أنه يعني تعود على هذا صوت شخص تعود أن يكون محاطا بالأدباع ومن يرغبون في ممالأته وإرضائه بيقول ده كان سلوك رجل اعتاد على السلطة الأسوأ من كده أنه بعد ما انتهى من زيارته أحد مساعدي أوباما بيسأله كيف رأيت الرئيس الروسي قاله والله لم يكن مفاجئا بالنسبة لي حسيت أن أنا شفت هذا الرجل قبل كده شفته فين يا أوباما قال هو بيشبه كأنه كده رئيس حي في شيكاغو فيما مضى من الزمان قبل ما شيكاغو والولايات الأمريكية والنظم المحلية والسلسية تتطور في كل الولايات المتحدة رئيس الحي ده بيتصف بإيه؟ بأنه رجل طف قوي رجل عنده ذكاء شارع فاهم هو عاوز إيه إنما بيعتقد هذا رئيس الحي اللي هو بيشبهه ببوتين هو رجل بيعتقد أنه لا يستطيع أن يخرج رجل ما عنده مشاعر لا يستطيع أن يخرج من تجاربه الديقة يعتقد أنه المحسوبية والرشوة والنصب والغش واستخدام العنف أحيانا هي وسائل مشروعة في عمله وبالتالي مثل هذا الرجل ليس لديه وازع ضمير قوي يعني في التعامل مع الناس وعنده احتقار لكل أصحاب التطلعات المثالية إلى آخره يعني دا كان رأيه في الرئيس الروسي وفي روسيا لما نيجي ننتقل إلى حديثه عن بلد آخر مهم جدا وهي المملكة العربية السعودية هلاقيه بيتكلم باستفادة عن زيارته الأولى للمملكة وكانت على ما أذكر في يونيو 2009 أول كلمة قالها عن المملكة بيقول أنا ذهبت للقاء الملك عبد الله أو خادم الحرمين الشريفين وبيعرف لي القارئ الغير العربي يعني أو المسلم دي مكة والمدينة وبيقول أن الملك عبد الله هو أقوى زعيم في العالم العربي لكن بعد هذه العبارة مباشرة بيتطلع وبيشوف حواليه من يستقبله وفوجده أنهم جميعا من الرجال لا يوجد أي نساء أو فتيات وبيقول أن أنا حسيت قد إيه هذا المجتمع مجتمع قمعي وأنه مجتمع سجريجيتد يعني فيه الانفصال واضح جدا بين النساء والرجال وبيعتبر أن دا دليل على قمع النظام اللي موجود هناك وبيقول أنه كأنه بغياب النساء في كل مكان هناك وقتها لما كان بيتكلم في 2009 كأنه أنت دخلت في مجتمع تم إخفاء جميع الألوان فيه كلها لون واحد كلام أبابا بيزداد حدة مع وصفه لزيارته للمملكة العربية السعودية وبيقول أنه أنا شايف أنه يعني الإسلام لما تجول في المملكة العربية السعودية وقابل يعني كثير من المسؤولين والأمراء فبيقول أنه لفت نظري أن الإسلام اللي موجود في المملكة العربية السعودية يختلف عن الإسلام الذي رأيته في الستينات والسبعينات حين كان يدرس في أندونيسيا فيه وثائق بتقول أنه باراك أوباما اللي كان له والد مسلم سجل على أنه تلميذ مسلم حتى الصف الثالث أو الرابع الاتدائي هناك على كل الأحوال دي قصة يطول شرحها الرئيس أوباما قال أنه الإسلام اللي كان موجود في جاكارتا أو في أندونيسيا دوره هناك في أندونيسيا يشبه المسيحية في الولايات المتحدة بمعنى أن هي موجودة relevant but not dominant يعني موجود الإسلام موجود في كل أوجه الحياة بس ما كانش مسيطر كما هو مسيطر تماما على كل مظاهر الحياة في المملكة العربية السعودية وبيقول أن أنا كنت بتخيل كده هل يمكن أن يقوم الملك عبد الله بالتفكير في إصلاح الوضع الديني اللي هو وصفه بأنه وضع متشدد يعني رؤية متشددة للإسلام حتى بمعيير المسلمين الدول العربية والإسلامية الأخرى لكنه قال هذا أمر لا أعتقد أنه وارد لأن الإصلاح الديني هيقتدي إصلاح سياسي واقتصادي وهذا أمر صعب جدا وقال أنه بعد فترة السبعينات اللي كان فيها كثير من التوتر مع المتطرفين وصلت المملكة العربية السعودية أو الأسرة الحاكمة إلى نوع من السفقة مع رجال الدين اللي هو سويهم برجال الدين الوهبيين السفقة ديت أنه في مقابل أنه رجال الدين يتركوا شؤون الحكم سواء اقتصاد وسياسة للأسرة الحاكمة تترك الأسرة الحاكمة رجال الدين لتنظيم شؤون المجتمع كما شاء وبيقول أنه نتج عن ذلك أنه المملكة العربية السعودية التي أنفقت مليارات على بناء المساجد ودعم هذا النوع من الفكر المتشدد انتشرت تطرف في كثير من الدول الإسلامية الأخرى ده الكلام اللي هو كتبه عن المملكة العربية السعودية لكن طبعا كلامه لا يخلو من تفاصيل أخرى مهمة لما التقى الملك عبد الله في خيمته أو في قصره وبيقول خيمة بس بيقول زي بالضبط ما قالت هينيري كلينتون الخيمة تبدو قصرا فاخرا جدا ومثل كل السياسين الغربيين بيتكلم بانبهار عن مظاهر الحفاوة والكرم والثراء يعني بيقول لما قابلت الملك عبد الله الملك أثنى علي واتكلم هو على دماسة الملك وعلى وزير الخارجية وقتها أو المسؤول الدبلوماسي اللي كان موجود وقتها أظن الوزير الخارجية الأسبق عادل الجبير وقال إنه هو الملك أبدى تجاوبا معي في كل القضايا إلا قضيتين القضية الأولى أي بادرة للتقارب مع إسرائيل الأمر الثاني هو التعبير عن أي التزام بالموافقة على استقبال عدد من المسجونين في سجون جوانتنامو داخل المملكة العربية السعودية وبيختم حديثه بيعني وقع طريفة إنه بيقول إن الملك السعودي وفقا للكتاب قاله إن أنا عندي 12 زوجة معرفش جاب الرقم ده منين نما حتى هو استدرك وقال إنه بعض التقارير تقول أن لديه 30 زوجة يقصد بقى بشكل متعاقب يعني مش في نفس الوقت أكيد وإنه عنده عدد كبير من الأولاد والأحفاد فبيقول أوباما قاله جلالة الملك هل تمانع إن سألتك كيف يمكن أن تتدبر الحياة مع 12 زوجة فقاله أمر صعب جدا دائما سوف تجد زوجة تغار من زوجة أخرى هذا أمر أصعب من شؤون الشرق الأوسط أو سياسة الشرق الأوسط تحدث عن ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وكان مجمل الحديث في مكالمة أعقبت مطالبة الرئيس باراك أوباما الرئيس المصري حسني مبارك بالتناحي فبيقول إنه أنا اتصلت بالرئيس بولي العهد الشيخ محمد بن زايد ووصفوا بأنه يعني شاب شاب كلمة معناها شخصية مركبة أو ثارية يعني كلمة إيجابية مش كلمة سلبية قريب من السعوديين وهو على الأرجح أكثر زعيم أكثر زعماء المنطقة الخليج ذكاء ولم يوارئ الكلام يعني تحدث بصراحة في وصف كيف استقبلت المنطقة سياسات الأمريكية تجاه الربيع العربي وإنه الشيخ محمد بن زايد قال له بشكل واضح إنه دول الخليج كلها بتراقب طريقتكم في التصرف مع الدولة المصرية وإنه إذا سقت الدولة المصرية وتولت جماعة الإخوان المسلمين فإن الضرر لن يلحق بالرئيس مبارك وحدهم ولكن هناك ثمان أنظمة عربية قد تتعرض إلى الانهيار والسقوط وقال له إنه ماذا يمكن أن يحدث إذا المحتجين في البحرين وهو ما حدث بعد ذلك طلبوا بسقوط وتنحي الملك هل ستفعل الولايات المتحدة مثل ما فعلت مع مبارك في مصر وبيقول إن كلامه لم يكن استغاثة بقدر ما كان تحذيرا هذا ما كان من ولي العهد الإماراتي بالمناسبة علشان في أسئلة كثيرة قد ترت إلى أدهانكم المذكرات دي بتبدأ أو بتركز على فترة وليته الأولى من 2009 طبعا قبلها رحلة الصعود كسيناتور يعني ثم وليته الأولى وفيها تفاصيل كثيرة جدا وبينتهي مع 2011 وتحديدا مع مقتل أسامة بن لادن وبالتالي في كثير من الشخصيات التي ظهرت لاحقا وفي كثير من الأحداث التي لم تتناولها هذه المذكرات الضخمة اللي هي الجزء الأول والجزء الأول ده 768 صفحة ففيش كلام كتير مثلا عن الرئيس المصري الحالي ما فيش كلام كتير عن الملك سلمان عن ولي العهد السعودي عن كثير من الشخصيات اللي هي باقت أصبحت مؤثرة فيما بعد فيما يتعلق بالرئيس التركي هو تحدث عن أن الرئيس التركي بيمثل زعيم لدولة كانت حليف لسنوات طويلة مع الغرب واستفادت كثير جدا من العولمة والبعض كان بيقوله أنه الرئيس التركي ده بيمثل نموذج احنا بنتكلم من 2009 ل2011 بيمثل نموذج للدولة الإسلامية المعتدلة أنت يمكن أن تكون حليفا للغرب ونموذج أن يمكن للدول الأخرى أن تقتلي بها وهو قال أنه أنا تجربتي مع هذا الرجل أنه كانت علاقة أنه كان شخص حميمي يعني دافئ في كلامه كلامه لطيف هو دود وأنه كان بيستجيب إلى كثير من مطالبي لكني كنت أختلف مع هذه التوقعات العالية من الشخصية رجب طيب أردوغان وكنت أعتقد أنه بالنص كده أنه سوف يحترم الديمقراطية ودولة القانون فقط بالقدر الذي تكرر سلطته وتؤكد بقائه في السلطة هو بالنص قال أي جد يعني جاءني أو كان لدي انطباع قوي أن التزامه بالديمقراطية وحكم القانون سوف يستمر فقط طالما أن هذه الديمقراطية وحكم القانون سوف يحافظ على سلطته فيما يتعلق بي بالمناسبة كلام عن ترامب تحدث هو عن ترامب يعني من اللحظات الأولى للكتاب يعني في أول فقرة في الكتاب بعد الإهداء الأول لزوجته وأولاده بيقول أنه أنا بدأت كتابة هذا الجزء من المذكرات بمجرد ما أنا انتهيت من ولايتي من فترة رئاستي الثانية وأنا في Air Force One أو في الطائرة الرئاسية اللي حملتني خارج البيت الأبيض وبيقول أنه وأنا في هذه الرحلة أول رحلة لي وأنا لست رئيسا كان عندنا مشاعر متضربة ما بين الفرح لأنه إحنا انتهينا من مهمة أرحاقة أعصابي جدا أنا وزوجتي وأولادي وده بيتكلم عنه كتير في الكتاب العبء اللي وقع عليه وعلى بناته يعني كان عنده بنتين وفي نفس الوقت الشعور بالألأ مش الألأ لأنه ما أصبحش رئيس الولايات المتحدة ولكن لأن من خلف الرئيس أوباما هو رجل يمثل أو يجسد كل ما كان يعارض كل ما كان يدافع عنه أوباما عكس كل القيم والأفكار التي حاول أن يدافع عنها وأن يرسخ لها طوال ثمان سنوات جاء رئيس أمريكي عكس كل هذه القيم الكلام قاسي جدا الحقيقة عن ترامب بس خلاصتها أنه مفيش يعني قال كل ما لا يمكن أن يحاسبه عليه القانون ولكن يشي بشكل واضع عن قدر كبير جدا من الإصدراء والاحتقار يعني في النهاية عاوز يقول كلام سلبي عليه وهو أصرف في التأكيد على هذه الكلام على فكرة أن الرجل يجذب على أن الرجل لا يبالي كثيرا بالحقيقة لا يتورع عن الترويج لنظريات مؤامرة حتى وهو يعلم أنها غير صديقة ما دامت سوف تحقق له هدفه من بين نظريات المؤامرة دي اللي هو أفرد لها عدة صفحات كانت النظرية التي روج لها بشدة ترامب فيما بعد يعني في السنة الثالثة أو الرابعة من تولي الرئيس أوباما هو أن أوباما ليس أمريكيا قال هذا رجل ولد في كينيا وبالتالي هو لا يعني في وليته غير شرعية ما كان له أن يكون رئيسا للولايات المتحدة وهو بيضيف ما هو أكثر بيقول ده هم البائيين اللي اقتنعوا كلام ترامب مش بس قالوا أن أنا لم أكن مولدا في الولايات المتحدة ولكن أنا كنت مسلما اشتراكيا تم زراعتي داخل يعني الولايات المتحدة حتى أصبح رئيسا للولايات المتحدة وأقوم بتقودها وطبعا دي كانت شائعة أو نظرية مؤامرة شاعت في السنوات الأولى لأوباما وما زال البعض يروج لها وهو بيقول أنه شعبية ترامب جزء منها هو وجودي أنا في البيت الأبيض بمعنى أنه الرئيس الأمريكي كان رجلا أسودا أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة اللي ممتد لبتين 44 عام بيقول في المتين 244 أو المتين وخمسين سنة دول وجودي في البيت الأبيض أثار قلقا لدى ملايين الأمريكان اللي عندهم مشاكل تعصم وكأن صعودي إلى أو دخولي للبيت الأبيض كتأخلى بالترتيب الطبيعي للكون كما يرونه وبالتالي جاء ترامب وفهم ذلك وبدأ يلعب على هذه المشاعر ويعيدهم أنه هو سوف يعالج هذه مصادر القلق بأنه يلعب على المشاعر العنصرية وبالتالي ده دعم شعبيته وكأن شعبية ترامب هي رد فعل لتولي أوباما الأسود للرئاسة الأمريكية بايدن صديقه ونائبه لثمان سنوات لم يسلب أيضا من بعض النقد يعني في كتابه اتكلم عنه بشكل إيجابي جدا ووثفه بأنه شخص عنده ألاء وعنده ذكاء وعنده كفاءة وعنده اهتمام فطري بالناس العادية يستمع إليهم ويتواصل معهم وعنده خبرات هائلة وبيقول أنه أنا هو كان خصمه طبعا في 2008 قبل أن ينسحب من الانتخابات بيقول زي ما قال برضو على هيلري أن أنا كتعيني عليه وأن أنا كنت أرغب رغم بأننا كنا نتنافس أن أستعين به نائبا لي وبيقول لما عرضت عليه تردد وبعد فترة قال له موافق على أن أكون أنا استشارتي آخر رجل في الغرفة يعني يكون لي قول مهم صحيح أنا هكون نائبك والقرارات لك وسوف أدافع ما أمكنني عن قراراتك ولكن يجب أن يكون رأي هو آخر شخص في الغرفة أي أن يكون رأي حاسما واتفقنا وهذا ما جعل العلاقة علاقة استثنائية بين رئيس ونائبه في تاريخ الولايات المتحدة جمعتهم قرابة وأسف صداقة وأتفاهم كبير جدا وظلت إلى حتى الحملة الانتخابية في بايدن ومع ذلك بايدن لم يسلم من بعض النقد النقد اللي يعتبر خفيف بالمعايير الأمريكية لكن بالنسبة لنا إحنا كعرب النقد يعني قاس شوية لأنه قال أنه خلاصة النقد يعني أنه بايدن لا يتوقف عن الكلام وأنه في مدينة يحب الجميع أن يستمع فيها لأنفسهم هو ليس له نظير يعني هو أكثر من يكثر الكلام وأنه هو ليه صوالات وجوالات لما تكون الكلمة المقررة له 15 بيأخذ 30 دقيقة ولو كانت الكلمة المقررة لها 30 دقيقة ممكن يأخذ وقتا طويلا جدا والكلم كتير بمعنى أنه كثير الحريث وبيتكلم عن صوالات وجوالات في مجلس الشيوخ وفي الكونجرس أنه بيتحدث لوقت طويل جدا بقطع النظر عن الوقت المحدد أو يعني ردود أفعال المستمعين وبيقول أنه كونو هاز نو فلتر ما فيش ضوابط على كلامه أحيانا ده بيوقعه في بعض المشاكل لكن المثال اللي أورده مثال يعني يكون يعني يتعلق بالعنصرية لأنه لما كان سأل أحد الصحفيين عن رأيه في أوباما فقال أنه شخص نظيف ولطيف وحسن المظهر ويعني جميل أو وسيم فبيقول أن الكلام ده أنا متأكد أنه يقصد بيه مجملة لكن البعض اعتقد لأن ده بديهيات أن الرئيس الأمريكي يكون يعني نظيف وبالتالي فاعتقدوا أن ده معناه أن فيها نوع من العنصرية وكأن هذه الصفات ملفتة للنظر في رئيس أسود يعني لكن هو بيقول وهو لم يكن يقصد ذلك أكثر ما استوقفني في هذا الكتاب هو حديث الرئيس الأمريكي أوباما عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين لتريعه واضح جدا طبعا أنه لا يحمل له ودا كثيرا ولا تقديرا وبيعتقد أنه زعيم يميني متشدد عنده كره لا يعتذر عنه للعرب وبيقول أن هذا الكره الشديد لا يعرف إن كان السبب فيه إن ورثه عن أبيه البولندي الذي هاجر إلى فلسطين في 1920 بس هو ما يقولش فلسطين بيقول إسرائيل ولا اكتسب هذا الكره للعرب نتيجة المواقف المتعددة التي عاشها بنفسه لأنه طبعا الرئيس وزراء الإسرائيلي ولد في فلسطين المحتلة بيتحدث كثيرا في الفصل الخمسة وعشرين عن مقابلاته مع هذا الرجل وبيقول وبيركز على حاجتين الأول ألعيب نتنياهو بالحصول على ما يريد وخلاصة ما يذهب إليه أوباما إنه أي خلاف مع رئيس وزراء إسرائيلي حتى وإن كان يرؤس حكومة اتلافية حشة في إشارة للحكومة الاتلافية التي كان يرؤسها نتنياهو في 2009 و2010 سوف يكون لها ثمن على الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يدفع إذا اختلف الرئيس الأمريكي مع دول حليفة مهمة مثل اليابان أو كندا لأن النفوذ الإسرائيلي على السياسة الأمريكية كبير جدا الكلام ده خطير أن يأتي من الرئيس الأمريكي وهو قال في هذا الصدق كلام كثير كلام كثير يمكن أن ينجيب على سؤال دايما بيطرح ما سر النفوذ الإسرائيلي الهائل على القرارات الأمريكية ادي إجابات كثيرة لكن لو عاوز إجابة عملية وبسيطة اقرأ الفصل الخمسة وعشرين في مذكرات أوباما وباما بيقول كلام كثير يؤلك ليه أي رئيس أمريكي يقع تحت النفوذ الإسرائيلي بداية من أمه التي تحدثت إليه كثيرا كطفل عن الخولقست أو المذابح الجماعية التي ارتكبها هتلر في حق اليهود بيتحدث عن المدرسين اللي كانوا عندوا في المرحلة الابتدائية الذين تحدثوا بكثير من المثالية عن إسرائيل في نشأتها بيتكلم عن التأثير الهائل للصحفيين والكتاب والفلاسفة اليهود الذين قرأهم في مرحلة المدرسة الثانوية والجامعة بيتحدث عن التأثير الهائل ده كل ده في مرحلة النشأة بيتحدث طبعا عن رحلة الخروق للشعب اليهودي اللي حفرت في ذهنه مثل كل الأطفال في جيله بيتكلم أيضا على التأثير الكبير للجالية اليهودية أو الأمريكان اليهود الموجودين في الولايات المتحدة وبيتكلم على تأثير المنظمات أو اللوبي اليهودي وتحديدا الإيباك وبيقول أن هذا الإيباك كان من المعتاد أنه يحرص على أن تضمن الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل ضد أي عدوان قد يلحق بها من جيرانها أو ضد أي قرار قد يضر بها في الأمم المتحدة لكن مع الوقت تغيرت السياسة الإسرائيلية نحو اليمين بقت متشددة ومعها تغيرت أو زادت مطالب الإيباك اللي باتت تطالب بأنه لا يجب أن يكون هناك أي فارق دايلايت بين السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية وأن على الأمريكان أن يدافعوا على إسرائيل حتى وإن تبنت إسرائيل قرارات ناقرة الموقف الأمريكي ده من اللي بيقول الكلام ده؟ ده اللي بيقوله أوباما وبيعدد أمثلة كثيرة على تأثير أو التمن الذي يمكن أن يدفعه رئيس أمريكي إن اختلف مش إذا أراد أن يضر بقرار لرئيس الوزارة الإسرائيل وبيدي مثل برغبته في 2010 لما أراد أنه يبدأ عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فكان نقطة البداية المقبولة حتى تبدأ هذه المفاوضات هو أنه يتوقف رئيس الوزارة الإسرائيلي يجمد عملية البناء في المستوطنات يعني إيه المستوطنات؟ يعني بناء وحدات ساكنية لإسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية يعني احتلال لما حاول يعمل ده وجد أنه فيه ضغوط كبيرة عليه بتأتيه من كل حد بنوصوب داخل المجتمع الأمريكي ومن بينهم أعضاء في الكونجرس مواقفهم المعلنة ضد عملية الاستيطان وبيقول أنه لما أنا وجدت أنه الرئيس الوزارة الإسرائيلي لا يستجيب إلى طالبي بتجميد المستوطنات بما يكفي طلبت من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية أن تقول له أنني غاضب يجب أن تتوقف عن بناء المستوطنات فكان رده علني داخل منظمة الإيباك داخل الولايات المتحدة لما واقف أمام الجميع عشان يقول لهم القدس ليست مستوطنة إنها عاصمتنا ولاقى تسفيقا كبيرا من زعماء منظمة الإيباك في تحدي لإرادة الرئيس الأمريكي وأفشل فكرته وبيقول ما هو أكثر من ذلك أنه بالإضافة يعني للنفوذ الكبير لإسرائيل بيقول أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه اللي هو كان عاش في فلادلفيا يعني داخل الولايات المتحدة وعلى الطلاع كبير بالسياسة الأمريكية عنده الثقة أنه يستطيع أن يقاوم ضغوط أي رئيس أمريكي بحكم ما لدى إسرائيل من نفوذ كبير داخل المجتمع الأمريكي وزي ما قلت لكم بيعدد صور هذا النفوذ بتيجي منين ومنها الشريحة ما يسمى بالمسيحيين الإنجليين المتمركزة عند الرجل الأبيض المحافظ اللي بيعتقد أنه سلامة إسرائيل وبقاءها واجتماع اليهود فيها جزء من عقدتهم الدينية أو النبوءات الإنجلية اللي بتؤكد أن هذا لابد أن يحدث حتى يعود المسيح وتبدأ الألفية السعيدة بيتكلم طبعا عن ألعاب لنتنياهو وزي أنه أحيانا يقول له كلاما ثم يخرج للإعلام يقول كلام آخر وزي أنه هو الطلب من أوباما بعد لقاء انتهت مدته أنه يلتقي مرة أخرى فأوباما قال له والله أنا عندي بعد آخر هل تحب تنتظر ألو أحب أن أنتظر وانتظر وقابل أوباما وانتهى اللقاء بشكل جيد في اليوم التالي وجدت أنه صحف أمريكية كثيرة بتتحدث عن تعمد أوباما إهانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتركه ينتظر لفترة طويلة في انتظاره وبيقول كانت هذه الواقعة من الأمثلة المحدودة التي استخدمت فيها ألفاظ يعني شتائم أكثر من أحد مساعديه الذي اشتهر باستخدام ألفاظ يعني خادشة همما في هذا الفصل يعني اللي بيتحدث في الفصل الخمسة وعشرين أنه بيقول أنه القضية الفلسطينية صعب أن هي تتحل لأنه إحنا قدام طرفين طرف بيشعر بالقوة الزائدة وبالتالي هو غير مستعد لتقديم تنازلات والطرف ده هو إسرائيل والطرف ضعيف اللي هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضعيف إلى درجة أنه لا يستطيع أن يقدم أي تنازلات ويسلم من نقد شديد داخل مجتمعه وبالتالي سوف تظل القضية الفلسطينية بدون حل وسوف يظل الفلسطينيون يعانون لسنوات طويلة شكركم وربما يكون لنا حلقات أخرى مع هذا الكتاب المهم وإلى لقاء